السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من الرابع ابتدائي صعودا سيكون التعليم إلكترونيا منذ الأحد عداء الصفوف المنتهية سيكون التعليم لمدة شهرين لنهيئ الطالب للامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية سواء يمتحن أو لا يمتحن وأن هذه الشهرين كافية للمهارات الأساسية وتهيئتهم للامتحانات النهائية إذا سمحت اللجنة العليا للصحة والسلامة بأداء الامتحانات وبالنسبة للصفوف المنتهية هو الاستعداد للامتحانات النهائية وزير التربية الأحد سنقوم بتعميم عقد جديد للمحاضرين بالمجان التربية تلحق امتحانات طلب التحسين المعدل لنصف السنة مع نظراءهم المؤجلين المقرر انطلاقها في الخامس والعشرين من نيسان الجاري قررت وزارة التربية أن تكون امتحانات طلب التحسين المعدل الذين لم يؤدوا امتحان نصف السنة للعام الدراسي 2020-2021 مع الطلب المؤجلين الذي ستنطلق في الخامس والعشرين من شهر نيسان الحالي وذكر بيان الوزارة أن المديرية العامة للتقويم الامتحانات أصدرت تعميما يلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدى أقليم كردستان بإجراء امتحانات طلب التحسين المعدل الذين لم يؤدوا امتحان نصف السنة مع الطلب المؤجلين وذلك يوم الأحد المصادف 25 من شهر نيسان الجاري متمنية بالتوقيت نفسه النجاح والموافقية لجميع الطلبة وزير التربية تم طرح خطة وزارة التربية على اللجنة العليا للصحة والسلامة وأن هناك صفوف دراسية مهمة جدا في حياة الطالب لا بد من أن يكون الدوام فيها حضوريا في المدرسة لكونها مراحل أساسية لبناء حياة التلميذ التعليمية حيث أن هناك مهارات ضرورية يحتاجها التلميذ في حياته التعليمية ولا بد من توفيرها ومن الصعب أن يتعلمها خلال التعليم الإلكتروني المتوفر حاليا في العراق اشتركوا في القناة